السلام عليكم يا بنات كديري اللي باتعليكم بخير كانت شجاجة الفطار برمضان اليوم جيت لكم بروش يحمق معمر بطبط مع السلاف القرفة والسكر والمزهر و اسميته لجوش التعميرات معمره بزبيب القرقع و لا تشاهدكم كيف يحمق تبارك الله و خلاص حبيبتي كانت مننا اعجاب لكم و شاهدوا كدير و بروشات كيف يحمقه قرم الغذاء و مفش و مفش و مفش و كيف يحمق و شاهدوا انا اعتمدنا هنا اعجاب لكم و اذا احتجوا لمعبه المقدار و الطريقة و شاهدوا شاهدوا و معمر و غزال و شاهدوا و اتبعوا اشتركوا في الفيديو اتابعوا معايا الطريقة والمقادر بريوش المعمر في الزبيب والجرقاء والإجانس المعسل يلا حبيباتي اشتركوا في القبيلة مقادر بريوش المعمر مقادر كتانية 500 غرام دقيق خمارة مقادر خمارة لبناء حليب خمارة لبناء كمشا خمارة لبناء كونفيتوغ 1 قصر كسب الزبيب وقشرة برتقالة 80 غرام زيت 80 غرام السكر 240 غرام حليب وزغفات مقطعين محمرين ماء الزبدة وقرفة مقادر 80 غرام 80 غرام 80 غرام 80 غرام 80 غرام ماء السكر 30 غرام المقادر وصدق الوصف 30 غرام 30 غرام أمام 30 غرام 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 موسيقى 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 الآن سوف نضيف الخمارة 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 والنضيف الخمارة نضيف الخمارة يجب أن يكون مغربا سوف نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف بورتقال نضيف بورتقال ثم نضيف بورتقال نضيف بسطرיש نضيف بورتقال المترجم للقناة 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 سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن سوف نجعل الفرن سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن و الى هنا وصل لنهاية الفيديو اليوم بريوش مع مار بزريب و الإجاز السل بالقرفة والسكر والقرقع نتمنى ينار الإعجاب و بها المناسبة لا تقوم بإعجاب و لا تقوم بإعجاب معنا في القناة و أهلا و سهلا ألف مرحبا سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن إلى هنا حبيبتي نقول لكم مع سلامة شكرا 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 شكرا